من المعروف أن مشكلة الترهل الوظيفي في الوزارات والدوائر الحكومية بعد عام 2003 السمة الواضحة في جميع مفاصل الدولة دون استثناء بسبب كثرة التعيينات بدوافع حزبية وسياسية حيث تمت أغلب التعيينات من دون تخطيط مسبق أو فائدة انتاجية تذكر الأمر الذي حول الوزارات والمؤسسات إلى مراكز للبطالة المقنعة بإنتاجية صفرية وتلجأ الحكومات المتعاقبة إلى تكديس الموظفين في القطاع العام دون القطاع الخاص المهمل تماما منذ سنوات معتمدة في تأمين رواتب الموظفين على واردات النفط الخام غير الآمن ومستخدمة ورقة التوظيف في الدعاية الانتخابية ويقابل ذلك النهج مطالبات واسعة بإعادة هيكلة المؤسسات بهدف خفض النفقات والقضاء على الكثير من الحلقات الزائدة والبيروقراطية المتعمدة والاستغلال الوظيفي وذلك باعتماد أساليب التطور التكنولوجي المعمول بها دوليا لإنجاز المهام ورغم إعلان وزارة التخطيط عام 2021 منح رقم وظيفي لكل موظف رسمي لحصر أعداد الموظفين الحقيقية وبياناتهم الشخصية غير أن تقارير أفادت بأن مشروع الرقم الوظيفي لا يزال حبرا على ورق لما له من ضرر على مسؤولين حكوميين منتفعين من الوضع الرأس وفي مقابل ذلك تستمر معاناة العديد من القطاعات الحيوية في العراق التي تعاني فائضا هائلا في أعداد الموظفين لا سيما القطاع العامل في وزارات النفط والإعمار والإسكان والصناعة والزراعة والكهرباء وغيرها فيما يقدر حجم الاستنزاف المالي في قضية متعددين رواتب والفضائيين بنحو 15 مليار دولار سنويا ترهل وظيفي مستمر ونزيف مالي تجاوز 60 تريليون دينار من الموازنة المالية العامة دون إنتاج حقيقي رغم وجود الحلول أمام السلطات معادلة ليس لها إلا تفسير واحد وهو وجود المتنفذين المنتفعين من استمرار هذه المشكلة